مسؤولون أمريكيون فنلندا وسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسيب بحلول الصيف للمرة الثانية خلال أسبوع مواطنون يطردون زعيم النهضة راشد الغنوشي من مسجد في تونس بعد إطاحة البرلمان بحكومته عمران خان يتهم جهات خارجية بالتآمر وأنصاره يتعحدون بدعمه أسعد الله صباحكم مشاهدين في هذه النشرة تأتيكم من العربية البداية من التطورات الأوكرانية وتداعياتها حيث أوردت صحيفة The Times نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن فنلندا وسويد ستنضمان إلى حلف شمال الأطلسي نايتو بحلول الصيف المقبل وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن مسألة تنضمام الدولتين الإسكندنافيتين كانت تامح لنقاش وجلسات متعددة مشيرين إلى أن روسيا ارتكبت خطأا استراتيجيا فادحا دفعت فنلندا والسويد للأقدام على هذه الخطوة أعلم النيتو يرفرف عاليا وسط أعلام دوله الأعضاء صورة تخلق مخاوف أمنية كبيرة لموسكو لكنها تمثل طوق نجاة لمجموعة من البلدان التي تهددها أسلحة الجيش الروسي العملية العسكرية في أوكرانيا رفعت منسوب الخلافات والتوترات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بشكل غير مسبوق تحول جديد قد يفاقم الأزمة النيتو يخطط لوجود عسكري دائما على حدود الدول الأعضاء شرقا بهدف التصدي لأي هجوم روسيا في المستقبل الكلام هنا للأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ القطوة حسب المتحدث نفسه تأتي في سياق تحول جوهري ومهم للغاية يعبر عن عواقب خلفتها أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسب تعبير ستولتنبرغ فما يعيشه العالم الآن يشكل واقعا لأمن أوروبا وقادة الحلف سيعدون خطة جديدة للتكيف مع الوضع على المدى الطويل ليتم اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك في قمة مدريد في شهر يونيو المقبل يقول أمين عام شمال الأطلسي في الجهة المقابلة موسكو وفي أكثر من مرة قالت إن أي تواجد عسكري في محيطها يهدد أمنها وتعتبره بمثابة طرف مشارك في الحرب أوكرانيا أضحت تمثل ساحة صراع بين روسيا والنيتو الآن سباق التسلح بلغ مداه خاصة بعد انسحاب واشنطن وموسكو من اتفاقية منع إنتاج ونشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الحاملة لرؤوس النووية قبل ثلاث سنوات النيتو يطور خطة عسكرية دفاعية في مناطق مختلفة حتى في القطب الشمالي وهو ما يهدد بمواجهة مباشرة بين روسيا والحلف أفادت وسائل أعلام أمريكية بتحضير القوات الروسية لهجوم كبير بين مدينتي إيزيوم ودينيبرو وسط أوكرانيا في وقت توعد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف من جهته بمهاجمة ليس فقط مدينة ماريوبول المحاصرة منذ فترة وإنما تنفيذ هاجمات على المدن الأوكرانية الأخرى بما في ذلك العاصمة كييف كما قال إنه ستتم السيطرة على كل هذه المدن هذا وتستعد أوكرانيا أيضا لمعارك كبيرة ضد روسيا في إقليم دونباس الشرق البلاد وفق ما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني مشيرا إلى هجمات روسية جديدة وفي هذا السياق أفاد موفد العربية إلى أوكرانيا بسماع دوي انفجارات في مدينة خاركوف وأخرى في مدينة ميكولايف جنوب البلاد ولم تتبين حتى الآن أسباب الانفجارات التي سمعت في المنطقة كما تعرض مطار دينيبرو شرق أوكرانيا لقصف روسيا جديد أدى إلى تدميره بالكامل بحسب ما أعلن مسؤول محلي وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزني تشينكو على تطبيق تيليجرام أن الهجوم الجديد أدى لتدمير المطار والبنى التحتية المجاورة له اشتركوا في القناة من واشنطن جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعم بلاده للجيش الأوكراني حيث تتلقى قوة أوكرانية تدريبا في الولايات المتحدة الموقف ذاته عبر عنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عندما أكد التزام واشنطن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها سوليفان قال أيضا أنه يتوقع أن يعمد الجنرال الروسي أليكسندر دافورنيكوف المعين حديثا للإشراف على العمليات في أوكرانيا أن يعمد إذن إلى تدبير جرائم وعمل وحشية بحق المدنيين الأوكرانيين وأشار سوليفان إلى أن بلاده تعمل في الوقت الراهن على تقليل اعتماد أوروبا على موارد الطاقة من روسيا نحن أن نحن أن يطلب لأوروبا من أشياء الوكريانية التي يحتاجها لتعطي الروسيون لتوقعهم من أجهر مزيدين ومثلون المدنيين أين يقوموا هذه المشهر وأيضا لتحرك الوكسف ومثلون المعينة في الأساسية على مدني ومثلون 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 هذا ما سنفعله ونحن نعمل بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل ونقوم بعمل نصف الشركات الأوكرانية إلى غلق أبوابها بسبب الحرب البنك الدولي أفاد بأن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بنسبة 45% مقابل 11% للاقتصاد الروسي بسبب تداعيات العمليات العسكرية كما أوضح أن اقتصاد دول شرق أوروبا سينكمش بنسبة 30% بسبب هذه الحرب أيضا إلى تونس وللمرة الثانية خلال أسبوع أقدم مواطنون تونسيون في محافظة بن عروس على طرد زعيم حركة النهضة الأخوانية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي من أحد مساجد مدينتهم وتجمهر المواطنون أمام المسجد رافعين شعارات ضد الغنوشي وطلبوا منه مغادرة المكان وهو ما دفعه إلى الانسحاب وسط حماية أمنية وهو ما أظهرته لقطات مصورة نتابع اشتركوا في القناة في الانتخابات الفرنسية يتجه ماكرون المنتهي ولايته ومنافسته مرشحة اليمين مارين لوبان إلى جولة إعادة في 24 من أبريل الجاري بعد أن تقدم ماكرون في نتائج الدور الأول حيث حقق ماكرون نسبة تفوق 27% بينما حققت مارين لوبان نسبة تفوق 23% في النتائج الأولية للفرس وبعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية أكدت أحزاب اليمين والشيوعيين والاشتراقيين دعمها لإيمانويل ماكرون زعيم تيار اليسار الفرنسي جون لوك ميلانشو قال أن تياره لن يصوت للوبان في جولة الإعادة لكن مرشح اليمين المتطرف إيريك زامور دعا أنصاره لدعم لوبان فيما أعلنت مرشحة يسار الوسط إينا دالغو عن دعمها لماكرون في جولة الإعادة وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه مرشح الخضر يانيك جادو حيث أعلن دعم ماكرون في جولة الإعادة سيطرة الإعادة يجب أن يساعد لهم و أدفع مجلس منهم وأيضا من المخطر والمخطر 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 والمعاتف أشكراً للمشاهدة كار لا تنسينا لا تنسينا ون السلقان ون الخارطة ون سوف في الى 15 اليوم تنسيجي عندنا مطالعة وحسب وان أعزون فاز ايمانويل مكرون ومارين لوبين بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لكن الامتناع عن التصويت بنسبة تجاوزت ال 26% جعل هذا الفوز مفتوحا أمام احتمالات كثيرة في الجولة الثانية امتناع يصفه البعض بحالة عدم يقين دفعتهم لتغيير عاداتهم الانتخابية إنها فترة عدم يقين عالمي فرنسا جزء من هذه الحالة أنا أصوت دائما لليسار اليوم أعطيت صوتي للرئيس الحالي تطبيقا لمبدأ أن نعرف ما لدينا أفضل من المجهول وبينما اختار بعض الممتنعين عن التصويت البقاء في المنزل أو الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع لم يأبه هذا الناخب التسعيني لمشقة التنقل رغم وضعه الصحي يجب التصويت من أجل أن نقول ما نريده ومهما كانت انتماءاتنا الحزبية كل حزب يقول أنه الأفضل والأقوى وأنه يريد إقصاء الآخر هذا أمر سيء التطرف والديكتاتوري السلطوية ليس أمرا جيدا خوفا من التطرف تسابق المرشحون الخسرون من اليسار واليمين التقليديين ومن أحزاب أخرى إلى الدعوة لدعم مكرون في الجولة الثانية بعد أسبوعين في حين دعا معارضوه للوقوف مع لوبين جولة أولى من رئاسيات فرنسا انتهت لكن الخطر الذي يمثله الشعبويون من أقصى اليمين لم يتهي بعد وبانتظار أن تحدد الجولة الثانية اسم الفائز يبقى المجهول الأكبر إن كان الممتنعون عن التصويت سيتحركون فديدهك العربية فاريس نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يؤكد الاتفاق على حل لأزمة خزان صافر ويشيد بدور السعودية مرحبا من جديد في الشأن اليمني وخلال زيارته لأحد المعسكرات التدريبية التابعة للجيش اليمني شدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز على أهمية بناء القوات المسلحة وفق أسس علمية ومعايير صحيحة وعقيدة وطنية وأكد بن عزيز خلال الزيارة التفاقدية على أن المعركة التي يخوضها الجيش اليمني هي معركة مصيرية مشيدا بدور هيئة التدريب في وزارة الدفاع فيما تقوم به من جهودا للإعداد والتدريب لعناصر القوات المسلحة في تصريحات للعربية أكد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريزلي التخلص من المخاوف الأمنية التي كانت تعيق جهود حل أزمة صافر مشيرا إلى أن الأطراف اليمنية اتفقت على عملية من مرحلتين لحل الأزمة كما ثمن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الدور السعودي لمساهمته في محاولة حل أزمة خزان صافر أقيمه على أنه إيجابي جدا وهنا أقصد الدور السعودي في هذا الأمر اليوم مع وزير الخارجية وفي مركز الملك سلمان التقينا وكانت لدينا اجتماعات إيجابية الكل يريد التوصل إلى حل لقضايا ناقلة النفط وتعهد الجميع بتقديم الدعم وهذا ما نقدره وسيكون لهم دور مهم في حشد دول أخرى من المنطقة للتوصل إلى حل لذلك أنا سعيد بما قمنا به بالرياض وهو أساس إيجابي للمضي قدما وننتقل منها لدبي وأبوظبي والدوحة والكويت لبحث الحلول مع دول المنطقة قال عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس في تصريحات خاصة للعربية أن المجلس تلقى ردودا إيجابية بشأن مبادرات الجبهة الثورية التي يرأسها أشار إدريس إلى أن المبادرة تتكون من مرحلتين الأولى منها تهدف لجمع الأطراف الموقعة على الوثيقة الدستورية للحوار بشأن العودة إلى الوضع الدستوري فضلا عن تسمية رئيس وزراء جديد المبادرة تتكون في مرحلتين في المرحلة الأولى في المرحلة الحوار بعدما نجمع أطراف الحوار وسمينا أطراف الحوار هم الموقعين للوثيقة الدستورية الحدف من اللقاء في المرحلة الأولى هي مناقشة القضايا المتعلقة بالأوضى إلى الودي الدستوري الريول الوثيقة الدستورية بردو اختيار أو تسمية رئيس الوزراء في باكستان خرج عشرة الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان إلى الشوارع متعهدين بدعمه عمران خان وبعد حجب البرلمان الباكستاني الثقة عنه قال أن الكفاحة من أجل الحرية سيبدأ اليوم ضد ما وصفه بالمؤامرة الخارجية لتغيير النظام وضف خان في تغريدة على تويتر أن الشعب الباكستاني سيدافع عن سيادة البلاد والديمقراطية وجه نواب إيرانيون رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي محددين شروطاً للموافقة على إعادة أحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بينها ضمنات قانونية بأن واشنطن لن تنسحب منه فضلاً عن ضرورة موافقة الكونغرس الأمريكي عليه ما إن يبدأ العد التنازلي بقرب التوصل لاتفاق بين إيران والقوى الكبرى إلا وطغط على السطح اتهامات إيرانية أمريكية متبادلة وزير الخارجية الإيرانية اعتبر أن الإدارة الأمريكية مهتمة باقتراح وفرض شروط جديدة فيما تتمسك بلاده بخطوطها الحمراء مطالباً بإصدار أمر تنفيذي يرفع بعض العقوبات كبادرة حسنينية موقف وزير الخارجية لا يبتعد كثيراً عن موقف نواب البرلمان الإيراني بل ذهب النواب لوضع شروط لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من بينها ضمانات قانونية يوافق عليها الكونغرس الأمريكي بأن واشنطن لن تنسحب منها الإدارة الأمريكية أعربت عن عدم تفاؤلها بالتوصل قريباً لاتفاق مع طهران رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة المنظمات الإرهابية طفت إلى السطح مؤخراً وشكلت عائقاً صعباً أمام المفاوضين لا سيما وأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعرض لضغوط قصوى في الكونغرس بغية عدم رفع الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب كما لا يزال ملف بعض العقوبات أيضاً يشكل إحدى العراقيل أمام التوصل لتوافق نهائية لتظل محادثات فيينا كما هي قضايا عالقة تبادر للاتهامات ومفاوضات لا تبرح مكانها يخطط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى تحويل مقر تويتر الرئيسي إلى مأوى للمشردين وذلك بعدما أصبح أكبر المساهمين في المنصة منذ أن أصبح أكبر مساهم في شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر إيلون ماسك لا يهدى وبسرعة الصاروخ يعمل على إجراء تعديلات على منصة تويتر إذ يخطط إلى وضع علامات اختيار للمصادقة على دخول المستخدم فضلاً عن إزالة الإعلانات للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الميزات الإضافية مقترح ماسك يلحق بتويتر بلو خدمة الاشتراك الشهري مقترحاً خفض سعرها وحضر الإعلانات وإعطاء خيار للدفع بالعملة المشفرة دوجكوين من المحتمل أن تكون قيمة الاشتراك حوالي دولارين شهرياً ولكن يتم دفع 12 شهراً مقدماً ولا يحصل الحساب على شهرة التوثيق لمدة 60 يوماً التعديلات المقترحة تأتي بعد فترة وجيزة من سؤال أطلقه على متابعيه في تويتر عما إذا كانت الشبكة الاجتماعية تحت ضر مشيراً إلى تغريدة تسرد حسابات تويتر الأكثر متابعة ولكن العديد من هذه الحسابات نادراً ما تكون نشطة كما أجراء استطلاعاً آخر حول ما إذا كان يجب على تويتر تحويل مقره الرئيسي إلى مأول للمشردين مستهدفاً سياسة العودة إلى المكتب التي تتيح للموظفين خيار العمل عن بعد إلى الأبد إيلون ماسك وتويتر فالرجل بلغت تغريداته على تويتر العام الماضي أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة قبل أن يتحول إلى شريك فيه عن تويتر ومن على تويتر يقترح ميزات جديدة ويشعل المنصة بتغريدات بعضها يقترح وأخرى تنتقد عصام عبدالسلام العربية أخبار الرياضة في التقرير التالي حارم فيورنتينا مضيفه نابول من اقتناص صدارة الدور الإيطالي بعدما تغلب عليه بثلاثة أهتاف مقابل هدفين وفي ملعب الأولمبيك فاز روما على صالة نيتانا بهدفين لهدف ضمن منافسات الدور الإيطالي تغلب أيندهوفن على ضيفه فالفيك بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدور الهولندي وفي الدور الهولندي أيضا تغلب فاينورد على هيراكلس بأربعة أهداف مقابل هدف في دور أبطال آسيا خسر التعاون السعودي أمام بغتكورا الأسبكي بهدف دون مقابل وتتواصل اليوم منافسة دور أبطال آسيا بعدة مباريات إذ يلتقي الهلال السعودي والريان القطري في العاصمة الرياض بينما يواجه الشباب السعودي نظره الجزيرة الإماراتي في الرياض أيضا وفي الدمام يستقبل الفيصد السعودي منافسه السد القطري أعلن الاتحاد المصري لكرة القادم إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمتخب الأول لم يبقى سوى العنوين مسؤولون أمريكيون فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي بحلول الصيف للمرة الثانية خلال أسبوع مواطنون يطردون زعيم النهضة راشد الغنوشي من مسجد في تونس بعد إطاحة البرلمان بحكومته عمران خان يتهم جهات خارجية بالتآمر وأنصاره يتعهدون بدعمه نزيد من الأخبار والملفات على العربية إلى اللقاء اشتركوا في القناة